من الذي تجب عليه الزكاة الزكاة باتفاق تجب على المسلم الحر الذي يملك النصاب ملكا تاما بشرط أن يحول على هذا النصاب حول هجري كامل كما سأبين إن شاء الله تعالى الليلة بالتفصيل بإذن الملك الجليل إذ لا تجب الزكاة على الكافر وإنما تجب على المسلم قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من المسلمين فهم الذين تطهرهم الزكاة وتزكيهم الزكاة وما روى البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله جل وعلا قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم أي وجه الاستشهاد بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بالزكاة بعد طاعتهم بالدخول إلى الإسلام وبأداء الصلاة وكذلك الضمير في قول عليه الصلاة والسلام تأخذ من أغنيائهم أي من أغنياء الذين أطاعوا ودخلوا الإسلام وأقاموا الصلاة وترد إلى فقرائهم أي إلى فقراء المسلمين كذلك نقل الإجماع على ذلك أي على وجوب الزكاة على المسلم غير واحد من أهل العلم كالإمام النووي وابن رشد ونقل الإجماع على أنه لزكاة على الكافر غير واحد أيضا من أهل العلم كابن حزم وابن قدامة وغيرهما ولا شك ولا ريب أن الزكاة عبادة من أشرف العبادات وأعظم العبادات وهذه لا تتحقق إلا من المسلم لا تتحقق العبادة من كافر لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله طيب الشرط الثاني الحرية المسلم الحر فيشترط في وجوب الزكاة أن يكون صاحب المال الذي يمتلكه ملكا تاما لا ملكا ناقصا كما سأبين يشترط أن يكون حرا وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي والإمام بن رشد فلا زكاة على العبد لا زكاة على العبد في ماله باتفاق المذائب الفقية الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنبلة بل وهذا هو قول أكثر أهل العلم وذكرت أن هناك من نقل الإجماع على ذلك فيشترط أن يكون صاحب المال حرا لأن العبد لا ملك له والزكاة تمليك ومن لا يملك لا يمكنه أن يملك غيره من لا يملك لا يمكنه أن يملك غيره طيب المكاتب من هو المكاتب؟ المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده أو مالكه هذا لا تجب الزكاة في ماله لا تجب الزكاة في مال المكاتب وذلك باتفاق المذاهب الفقية الأربعة بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك ليه؟ لأن المكاتب أيضا لا يمتلك المال ملكا تاما بل لا يزال في ملك سيده ما بقي عليه مال من هذه المكاتبة بينه وبين سيده ترجمة نانسياتي ج